السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الفصل الثامن مع اسهل باب عندنا مش محتاج كتير من الناس يعني تاخد في وقت كتير احداث قشناها وشفناها نترحم فيها الاول على شبابنا اللي توفوا ظهرت شباب مصر في هذه الصباح الفصل الثامن بيبدأ بالاول باشكال المعارضة اشكال المعارضة في مصر سنة الفين واربعة كانت تظهر في شكل تجمعات او شكل حركات تمام؟ حركة ستة ابريل وبدأت الحركات دي تستقضب كثير من الشباب الحركات بدأت تعبر عن حالة الغضب اللي بيعيشها الشباب المصر في ذلك الوقت واللي كان لها طبعا عدة اسباب اللي تجمعت الاسباب دي في اظهار صورة 25 يناير اللي كان السبب الرئيسي فيها هو الحكم في ذلك الوقت حكم الرئيس محمد حسن مبارك او سيطرة الحزب الوطني بالتحديد تجمعت عوامل صورة 25 يناير في تزوير الانتخابات مجلس الشعب عام 2010 وده ده الامل الاساسي بينزور الانتخابات مجلس الشعب والشورى لصالح الحزب الوطني سوء الاحوال الاقتصادية كثير من الشباب ما كانش بيجد فرص عمل خريج جامعات وخريج الكليات القمة مش لايين اي عمل مش اي اي فرصة فده بينعكس على سوء الاحوال الاقتصادية في مصر بس لا طبعا استمرار العمل بقرانون الطوارئ اصبح الشباب عنده اتجاه كره للحزب الوطني والنظام الحاكم في ذلك الوقت كانت الموقف بدأت تظهر هذه الحركات شكل شباب بدأ ينزل لميدان التحرير يعبر عن ما فيه من ضيق لضد نظام الحكم في ذلك الوقت ويعبر عن امنياته انه هو يعيش حياة اجتماعية كريمة ولذلك كان شعارها دايما القيش والحرية والعدالة الاجتماعية ايه موقف المتظاهرين بدأ المتظاهرين في بداية الامل يتجمعونه في بداية التحرير وبدأت الحركات تزيد ولكن على المضاد من كده او على النقيد من كده ايه موقف النظام الحاكم في ذلك الوقت كان على نظام الحاكم لازم يستمع لهولاء الشباب زعليني من حسن مبارك شوي او من النظام القائم في ذلك الوقت تعالوا احتوه هنا تعالوا اسمعوا الناس دي عايزة ايه احتوه الشباب اللي هو يعبر عن رأيه ولكن كاتبه فجأة عدم الاستماع لهولاء وعدم الاستماع للمطال بل التعنت في برازمة طلبه ده زود الامر اكتر وزود ان الشباب المصري ينزل اكتر تمام؟ بل بدأ الامر يتحول من المطالبة من الحرية والعدالة الاجتماعية الى تنحي الرئيس مبارك خرج علينا الرئيس مبارك بخطاب يستعطف فيه شعب بس الامر ما كانش مجرد استعطف للشعب يا رئيس شوف احنا عايزين ايه؟ يا رئيس دي دولة وانت فرد منها الحكم لا يعني ان الحاكم يسيطر على دولته كأنه عايش فعل واحده في شقم تاني موجود شق اساسي الشعب احنا نختار احنا نختارك وزي ما احنا اخترناك ايضا احنا مش عايزينك طالما انت لا تستمع الينا اصر الرئيس مبارك على التمسك بالسلطة او نقدر نقول حاشية بقى اصرت على التمسك بالسلطة وانهم في مقدرتهم انهم يوقفوا هذا الامر ولكن امام اسرار الشباب المصري على مطالبه خرج نائبه عمر سليمان ليعلن عن تنحي الرئيس مبارك عن السلطة طيب طوالت الاحداث في مصر في ذلك الوقت نتائج بيان السيد عمر سليمان يعني مبارك سقط حكمه بعد 18 في 18 يوم بعد حكم استمر 30 عام هنا كان لازم على الجيش ان يتحرك لحماية الصورة والصوار جيشنا اولاد مش جيش حاكم جيشنا دايما جيش مع شعبه والمواقف تثبت كده هو جيش عرابي ما كانش يسامع للخديو لا للشعب جمال عبد الناصر ما سمعش للملك فاروه بس لشعب كذلك جيشنا كان يجب على الجيش ان يعلن المجلس الاعلى لقوات المسلحة في صورته عن دوره فايه كان دوره ان المجلس مهم في استكمال اهداف الصور وبقدر المجلس العسكري في ذلك الوقت بحل مجلسي الشعب والشورى تمام وتوالت على مصر وزارات انتقالية سامناها حكومات تسيير الاعمال توالت الوزارات بسريعة تحت حكومات تسيير الاعمال وتدل على ان البلاد كانت تمر بحالة من عدم استقرار ما كانش بمر علينا ست شهور الا ونجد وزارة في وزارة شيء صعب جدا ان انت تحكم مصر ما تكون مدون معرفة كل ابعادها كان اي وزارة بتيجي بتحاول توجد حلول مؤقتة مع شعب خلاص خرج عن السيطرة عايز ايه عايز حق عايز عدالة عايز عايشة بقى خلاص بان عملت الصور الدينة بقى الحقوق فالحكومات دي ما كانتش قادرة تواكب وتطلبات الشعب كان لازم يحصل انتخابات مجلس الشعب والشورى اجريت انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفاز بها حزب الحرية والعدالة آه ظهر على الساحة بقى الطيار الاسلامي اختفى الحزب الوطني حزب الوفد قليل على الساحة ما ظهرتش غير حزب النور وحزب الحرية والعدالة اي ظهور الطيارات الاسلامية على الساحة قلناه ليه لا ليه لا نغير لعله وعسى في اتجاه الطيار الاسلامي نجد اللي احنا ما يلقنهوش في الحزب الوطني اجريت الانتخابات مجلسي الشعب والشورى وفاز بيها بالفعل حزب الحرية والعدالة عندنا مسلس الدولة مسلس رئيس الجمهورية مجلس الشعب مجلس الشورى انا في رأي المسلس ده اللي على رأسه رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى اذا كانوا من حزب واحد يبقى فسدت الحياة السياسية في مصر مهمين هيحاسب مين اذا كان اعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة وحزب مجلس الشورى حرية والعدالة اذا جه رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة يبقى احنا عدنا مرة اخرى للحزب الوطن وهي سيطارة الحزب الواحد على السلطة فمين هيحاسب مين يعني اولا رئيس الجمهورية حلت مجلس الشعب وهو من نفس حزبي يبقى الحزب ده فاسد يبقى انت فاسد واذا اعضاء مجلس الشعب حسبوا الحكومة والرئيس الجمهورية وقالوا ان هم دول فاسدين يبقى الحزب ده كله فاسد يبقى معناها النازم يغطوا على بعض يبقى سيطارة الحزب الواحد على السلطة تعني فساد الحياة السياسية في مصر بدأ المجلسين في ممارسة نشاطهم في الاسبوع الاخير من يناير 2012 حزب الحرية والعدالة رأس كل من المجلسين اعضاء من حزب الحرية والعدالة يا جماعة في ايه احنا الوقت ده الوقت مختلفناش شنا حزب وطني حطينا حزب الحرية والعدالة طيب يلا يا جماعة احنا عايزين رئيس الجمهورية يبقى مين الاول مجلس الشعب ومجلس الشورى يتكون الاول يتفضل رأس المسلس في الوقت ده تم فتح الترشح لانتخابات وبدأت تظهر كتير من الطيارات ماشي وعلت الاسوات لأينا الامر مستقرش على اثنين الرئيس محمد مرسي وا احمد شفيد الله لانا كده حطيت نفسي قدام طيارين بس يا اما هرجع لطيار الحزب البطني لا اما هاختار الطيار الاسلامي طب ايه المشكلة ماهانا لو اخترت الطيار الاسلامي المسلس اكتمل مسلس ايه سيطرة الحزب الواحد ولو عدت ليه شفيق هقولك الحزب الوطني ماشي يلا نكمل السكة مع الطيار الاسلامي وفاز الرئيس محمد مرسي بان اغلبية 51 من اصوات المسلس كده اكتمل على رأسه حرية وعدالة ومجلسي الشعب والشورى حرية وعدالة مين يا حاسب مين مش عارفين هنستنى لما نشوف الموقف الاسلام قلنا هلا يا جماعة نشوف الطيار الاسلامي وتولي الرئيس محمد مرسي الحكم خلاص ايه دا للمسلس اكتمل حرية وعدالة رئيس جمهورية حرية وعدالة مجلس الشعب حرية وعدالة بل بدأت الصورة بان وهي ان حزب الحرية وعدالة بيحاول ان يمسك مفاصل الدولة ويشيل كل القديم ويجيب جديد بس على فكر المرشد وعلى فكر هزب الحرية وعدالة بدأت الناس تنتظر طب نستنى نشوف التغيير لقينا ايه لقينا الرئيس مرسي بيعلن عن اعلام دستوري مكمة الله عليك يا رئيس احنا مفقين انا موفى رئيس على الدستور وانا موفى من الناس وفيت بس انت يا رئيس اصدرت الدستور وحطيت فيه اللي انت عايزه واحنا موفى هنا ليه يا رئيس بعد فترة عملت حاجة اسمها اعلام دستوري مكمل بتدي نفسك صلاحيات ما خداش حسن بارك يبقى انت والملك فاروق كنتوا عندكم الرغبة في السيطرة على الحكم وعشان كده زي فاكرين لما الملك تدخل لينتزع لنفسه بعض الصلاحيات من دستور فاكرين دستور 23 الملك احمد فؤاد ركزوا يبقى عندنا الملك احمد فؤاد عملت نفس الموقف راح الملك احمد فؤاد ينتزع لنفسه بعض الصلاحيات والرئيس مرسي ايضا حاب ينتزع لنفسه بعض الصلاحيات في ايه في ان هو يعز الصلاحياته يبقى تشابه الرئيس مرسي مع الملك احمد فؤاد في تعزي الصلاحيات طيب سياسة الرئيس محمد مرسي بالنسبة للإدارة ايه اللي حصل إيه النتج عن سياسته العمل على وضع عناصر حزب الحرية والعدالة في معظم الهيئات الله هو أنت بتعمل سياسة الناجلزة يا رئيس لك مينة أنت بتعمل سياسة الناجلزة أنت بتعمل سياسة دافرين بتشيل المصريين وتحل الإنجليز بتشيل كل الأدين وتحل حزب الحرية والعدالة يبقى تشابهت سياسة الرئيس مرسي في عملية السيطرة على الإدارة مع سياسة دافرين فيه أنه سيطر على كل مقرد الأمور كمان وضع حزب الحرية والعداء في القيادات إيه ده إيه ده فيها رئيس قيادات إيه المحليات القرى المدن الله لا ده الصورة بدأت تكتمل أنت بتحب سيطارة الحزب الواحد على السلطة طب بالنسبة للاقتصاد سياستك قدت إلى إيه قدت السياسة دي إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية وإلى زيادة معدل التضخم طبعت أموال كتيرة بس ملاش قيمة معديش ملزوم ندهب لها التضخم بزيد سوق إدارة شؤون البلاد بصفة عامة كان لازم بقى صورة تانية فما هي الصور؟ أسباب صورة 30 يونيو 2013 ما مضيش وقت طويل على تولي الرئيس مرسي السلطة حتى بدأ الشعب يحس ما فيش حلول ما فيش حلول ما اختلفش حكم الرئيس مرسي عن حكم الرئيس مبارك بل بالعكس سيطرت حزب الحرية والعدالة على كل مقاليد الأمور كان الأمر ينزل بصورة ضد الرئيس مرسي وفي نفس الوقت منرجع الصورة للمسارة الصحية تابع الأسباب تساعدت الدعوات لسحب الرئيس السقة من الرئيس مرسي مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إيه اللي حصل لم يستجيب الرئيس مرسي للمطالبة الشرعية قال أنا شرعية أنا جيت بالصندوق لا يا رئيس استنى 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 إذا فيه أمر عندك مختلف إحنا الشعب إحنا نختار مين وإحنا نعزل مين إذا كان الرئيس مبارك اتشال بأمر الشعب فأنت توزع له أمر الشعب وإنه أمر يعني في الحكم بذات أنا دايما أقولها بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الملكة لمن يشاء وينزع الملكة من من يشاء الحاكم بالذات الحاكم بالذات إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أشاء للحكم هيعطي ما أشاءش لا يا راجل ده سيدنا عمر الخطاب كان يخشى من الحكم ما كانش وخايف من العقاب كان سيدنا عمر الخطاب يبكي فمن كسرة بكاءه كانت ليه تحت يعنيه مجرة كده فسئلة في إحدى مرات لما تبكي أمير المؤمنين قال أخشى أن أسأل يوم القيامة عن شاء تسقط في العراق فيقال لما لم تماهلها طريقي عمر الأمر صعب أمر حكم صعب الكرسي ده ليه بريقه آه لكن أمر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير فإذا كان الشعب يا راجل أنا لو كان الشعب مش هايزني تمام أعمل سطلع أشوف بالعكس هطلع للشعب وقول له أنا هوافق طلباتك وهنعمل مهلأ مدة سنة هو الشعب ملكش يتعزيل قال لك اعمل انتخابيات رئاسية مبكرة قول والله أنا هعمل انتخابيات خلال فترة زمانية معينة انزل بقى للشعب انزل للساحة اعمل مشاريعك قرب الناس اعرف نفسك انتخابات تاني في الحالة دي كان الوضع يتغير ولكن إصرار الرئيس مرسي على البقاء وإن أنا شرعي خلى حالة الشعب في حالة عنده أكتر فكان بيان الفريق عبد الفتاح السيسي أصدر فريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أنا زاك بيانا أعلن إن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والإخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة كما دعا إيجاد صغة التفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع يعني يعني الفريق عبد الفتاح السيسي يا رئيس الجمهورية يا أحزاب يا معارضة اكتمع مع بعض حقاوا مصلحة وطنكم اكتمع يا رئيس مع أشكال المعارضة شوفهم عايزين إيه إحنا هديكم مهور تسبوع ولم يكتمع رئيس الجمهورية مع أشكال المعارضة ولم يكتمع مع الأطراف المطالبة لي بالانتخابات المبكرة ولم يجري أي إجراء أنا شرعي ولن أتخلى عن شرعية أنا جيت بالسندوق وهامشي بالسندوق هذا الأمر خلى الشعب في حالة عنده أكتر تمام بل وصلت كلكم عارفين بقى الأحداث بل بدأت جماعات التابعة لرئيس الجمهورية في الاعتصام في الميادين مثل ميدان الرابعة وميدان النهضة تحسباً إن المهلة تنتهي مبكر تعطلت الحياة في مصر ساءت الأحوال أكتر ميادين بل مناطق جامعة القاهرة مفيش ميدان الرابعة مفيش مناطق كتير أغلقت الكل متوتر الكل في حالة ترقب مشاكلنا بزيد التضخم بزيد سوء الحقوق الصديقة أكتر وأكتر وده أن نسمع عن حالات بقى تعزيب وحالات قتل من صادق من كاذب أي دم مصري هو دم غالي علينا من أي طرف إحنا لقى نقبل لأن تهضر دم الشباب لصالح مين ما نعرفش لكن دم ودم دم كان لازم يوم تتحله بسرعة يوم 29 يونيو تصعدت الدعوات لتوقيع سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي رفض الرئيس محمد مرسي أي انتخابات مبكرة كان لازم يتدخل قوات المسلحة إيه اللي حصل في أول يوليو أصدرت القيادة العامة لقوات المسلحة بيان في أشار فيه لخروج الشعب مصر العظيم في مظاهرات وأمهلت الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب في اليوم التالت من يوليو عام 2013 تم عزل الرئيس مرسي وتسلمت السلطة في ذلك الوقت رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدل منصور حتى تجرى انتخابات مبكرة وتعديل الدستور 2012 والعمل على تنفيذ خارطة الطريق أولها تعطيل العمل بالدستور 2012 بتاع الرئيس مرسي ورفض أنصار جماعة الإخوان وفضل التصام كان النتائج متتبع عن نتائج الحكم أنه صدر دستور جديد عام 2014 وبعد بسفتاء عليه وبناء عليه أجرات انتخابات الرئاسة على مدار ثلاثة أيام بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي وهي يا جماعة هي مصر مافهاش غير اتنين هو ليه ما مشوفش عشرة ليه ما مشوفش كتير يعني هو مصر مافهاش رجال سياسة مافهاش اقتصاديين لا فيها وليه دائما انتخاباتنا وقف على اتنين ليه اختياراتي بحدودة ليه بتكبرنا على اختار من اتنين يعني كده مش عايزه ده أمور كان لازم نعدلها ولازم تتعدل إن لابد يكون عندي أكتر من حزب لازم يكون عندي أكتر من اتجاه وبعدين وريني إنجازك وريني أنت مجهة تعمل لي عشان ليه بيتم اختيارك ولكن في الوقت ده الشعب بيجد دايما الأمان في اللي يدونه الأمان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الشعب الحتة دي منحهم حتة الأمان فبدأ الشعب يحس بيها وبدأ يحس احنا دايما شعب يميل إلى وراء قيادة يعني نميل للي قدنا ما عندناش دايما حب القيادة لا دايما منقضين يعني دايما الشعب المصري فيه طبيعة دي يحب الأمان جدا جدا ويحب لدهوله مش بعدها مش عارف إيه تطورات بقى فشعر الشعب أو حس بالأمان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم اختياره خاصة هو اللي وقفه دعم صورته تولت صفحة جديدة من حلم الاستقرار بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بدأت مصر تشوف في عهده أمور جديدة ممكن نحسها بعد فترة ممكن نشوفها بعد فترة بس فيه أمور ملحوظة فيه تطور غريب فيه بس نلاحظ أنه فيه أمور لا يتحملها وفيه أمور يتحمل الحاكم مالي ومعلي ونسيب إزا ما بقى هو اللي يقول أشوفكم على خير مع برنامج المراجعة مستمع محمد السعيد